السلام عليكم محمد شاب وخطت الشوارب وطلعت الدقن وصار شاب في سن الزواج محمد في يوم من الأيام تعرف على فتاة من بنات جماعته أو من هالقرية اللي يعيش فيها وقرر أنه يتزوج وفعلا تزوج محمد من هالفتاة هذي وجاءت العروسة الجديدة وشافت أم محمد عايشة مع ابنها في البيت طبعا هي تعرف أنه محمد عايش هو أمه في البيت وكانت في البداية أنه ما عندها مشكلة حماتي وأحطها على راسي وأداريها مثل ما أداري عيوني لكن لما صارت السوالف جد وجاءت العروسة الجديدة هذه اختلفت المعاملة 180 درجة بدت المشاكل بين أم محمد وبين العروسة الجديدة وطبعا أم محمد امرأة بسيطة جدا وتحب ولدها وتشوف الدنيا كلها بعيون محمد والولد هذا صار يميل الزوجته أكثر من أمه أو يا محمد أمك قالت وأمك شالت وأمك حطت وأمك نايمة وأمك ليش ما تشتغل وأمك ليش ما تسوي وهذا معطي إذانه للعروس وشايفها ما هو مصدق وأم محمد أصبحت امرأة كبيرة متقدمة في السن وربتها الولد هذا وكانت تشيل من حلقها وتحطه بحلقه والآن لما محمد صار وتصور وصار رجل وعنده زوجه وعلى أساس رب أسره ما عاد يشوف أمه وصار يعني ما يغلط عليها لكن دائما بصف زوجته يا يما زوجتي يا يما كذا والأم المسكينة ساكتة يعني تحاول بعض مرات أنها تدافع نفسها يولدي والله أنا بحالي أنا ماني يعني ما أسوي مشاكل مع زوجتك بالعكس أنا مبسوطة أنك تزوجت ورح تنجيب أطفال وصير عندك عائلة لكن زوجتك الحرباية هذه هي سبب المشاكل يا يما وكلي الله طولي بالك والله فلانا آدمية فلانا محترمة فلانا بنت عالم وناس لكن لا حياتي لي من تنادي كل يوم المشاكل تزيد وصارت العروسة هذه كل يوم تيجي على محمد يا محمد هذه مهة حياة هذه ما هي عيشة أنا ما قدر أظل عايشة مع أمك العاجوز الخرفانة الحل للراي قالت والله الحل موجود شنو الحل؟ قالت له الحل في مصحة في مأول العجزة روح حطها بدار العجزة هناك في من يعتني فيها ويدير باله عليها أنا ماني فاضي على أعطيني مي وسويلي أكل وأنظف وراها وأشطف وأمسح ومدري شنو يا بنت الناس الناس تسورف علينا قالت والله ما أدري يا أنا بهالبيت يا أمك بهالبيت يا عفلانة طولت شي قصرت ما خلاص وشلون ودي أروح أرمي أمي هرمي قالت والله ما أدري عاد إذا أنت تحب أمك أكثر مني خليك عند أمك يا حبيب أمك وأنا رايحة على أهلي طولي بالك يا بنت الناس نلاقي حل المهم يوم اثنين ثلاث أسبوع زمان الولد هذا مسطل مخه مسكر على آخر يعني شايف العروس هذه وما هم صدق ويقوموا بيوم من اليوم يحتال على أمه ويأخذها على دار العجزة أو المصحة ورماها هناك ورجع على زوجته حبيبة القلب وقالت له ها الآن يعني محمد حبيب قلبي والله لا أخليك تعيش حياة ما في أسعد منها العجوز هذه الخرفانة كانت منك ده حياتي على ليش نايمة ليش ما تطبخين ليش ما تسوين وتروح الأيام وتيجي الأيام مرت سنة مرت سنتين السنة الثالثة ومحمد إذا عنده أم نسعها من عين أصلها وأم محمد المسكينة من أول ما دخلت دار العجزة وكلت أمرها لله عز وجل من قبل وبعد وصارت تدعي لها الولد الله سبحانه وتعالى يهديه وتنتظر بعض الكبار السن الموجودين في دارها العجزة يجون أبنائهم يجون أقاربهم تجي الناس عليهم زيارات وهي تنتظر كل أسبوع أو كل يوم وكل شهر تقول يعني بكرة يجي محمد وبعد بكرة يجي محمد والأيام تمر والأشهر لكن محمد خلاص راح ولا عاد بيّن عليها ولا سأل عنها طوال مدة هالثلاث سنوات أم محمد في الفترة الأخيرة حست حالها أنها تعبانة وأنه أجلها الدنى أنه يومها صار قريب وتقوم تكتب قصيدة اكتبت القصيدة اللي يتبكي الحجر وقالت للطبيب اللي مشرف عليها قالت القصيدة هذه تسلمها لولدي محمد لكن بشرط أنه هالقصيدة هذه ما يستلمها أو تعطيها البعد ما الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانته يعني بعد ما أموت يا خالة وكلي الله بعد عمر طويل قالت له خلاص يعني هذه أمانة عندك وأتمنى أنك تصون هالأمانة قالها بيشرب عزتش والدكتور خذ هالقصيدة المكتوبة في ورقة وما فتحها وخلاها يعني أمانة ومتحفظ عليها ومتحرز وخايف لأنها أمانة المهم بعد ما أم محمد اكتبت هالقصيدة هذه بحوالي أسبوع إلى أسبوعين زمان ويصحون عليها في اليوم الثاني وإلا متوفية رحمة الله عليها تراكمت عليها الأمراض وحزنها عليها اللي وصلت له بسبب ولدها اللي لحق زوجته المهم توفية أم محمد والآن لازم يسترمها ولدها محمد المهم بلغوا محمد بطريقة ما وجاء محمد لحتى يستلم جثة أمه رحمة الله عليها ولما استلم قام الطبيب اللي عنده الأمانة قالوا يا محمد هذه أمانة من أمك رحمة الله عليها وقالت لي إني ما أعطيك إياها البعد ما تتوفى وخذ محمد هالظارف هذا وفتح الظارف ولقى رسالة مكتوب فيها القصيدة اللي كتبتها أم محمد تقول أم محمد فيها القصيدة يا مسندي القلبي على الدوم يطريك ما غبت عن عيني وطيفك سمايا هذه ثلاث سنين والعين تبكيك ما شفت زولك زايرا يا ضنايا تذكر حياتي يوم أشيلك وداريك ولاعبك دايم وتمشي ورايك ترقد على صوتي وحضني يدفيك ما غيرك أحد ساكن في حشايا ترقد على صوتي وحضني يدفيك ما غيرك أحد ساكن في حشايا أوليا مرضت أسهر بقربك وداريك ما ذوق طعم النوم صبح ومسايا يا ما أعطيتك من حناني وبعطيك تكبر وتكبر بالأمل يا منايا لكن خسارة بعتني ليش وش فيك وخلصت للزوجة وأنا ليش قايا لكن خسارة بعتني ليش وش فيك أخلصت للزوجة وأنا ليش قايا أنا أدري إنها قاسية ما تخليك قالت عجوزك ما أبيها معايا خليتني وسط المصحة وأنا أرجيك هذا جزاء المعروف وهذا جزايا يا ليتني خدامة بين يديك من شان أشوفك كل يوم برضايا يا ليتني خدامة بين يديك من شان أشوفك كل يوم برضايا مشكور يا ولدي وتشكر مساعيك وادعي لكم دائم الدربة الهداية محمد يا محمد أمك توصيك أخاف ما تلحق تشوف الوصايا أوصيك دكتور المصحة بيعطيك رسالتي وحروفها من بكايا وإن مد لا تبخل علي بدعاويك أطلب لي الغفران وهذا رجايا وامطر طراب القبر بدموع عينيك ما عاد ينفعك الندم والنعاية وامطر طراب القبر بدموع عينيك ما عاد ينفعك الندم والنعاية شوفوا شلون قلب الأم قديش حنيا وقديش كبير رغم أنه ولدها محمد هذا فضل زوجته عليها وزتها في المصحة وثلاث سنين لا يزورها ولا يطمن عليها ولا يسأل على الرغم من هذا كله تقول يا ليتني خدامة بين يديك من شان أشوفك كل يوم برضايا تخيل أم يعني تتمنى أنها تكون خدامة عند زوجة ولدها وعند ولدها بس لأجل تشوف ولدها وتكحل عيونها بشوفة هذا الولد العاق والأمر ما وقف عند هذا الموضوع أنه بس تتمنى أنها تكون خدامة وما دعت على ولدها بالعكس تقول مشكور يا ولدي وتشكر مساعيك وادعي لكم دائم بدرب الهدايا تدعي الله سبحانه وتعالى أنه يهدي هالولد ويرجعوا إلى طريق الصواب على الرغم من الأسى والوضع اللي كانت عايشي فيه أم محمد فيها المصحة مع الوضع النفسي السيء الوضع الصحي المتدهور رغم ذلك تدعي للولد وتقوله كذلك وامطر تراب القبر بدموع عينيك ما عاد ينفعك الندم والنعاية تقوله روح وقف على القبر وخلي تراب القبر يشرب من دموعك لأنه السوالف ما عاد تنفعك لا البكاء ولا الحزن كله هذا ما عاد ينفعك وطبعا وضع محمد بعد ما قرأ هالقصيدة ما يحتاج شرح وكانت هذه نهاية القصة القصة فيها طبعا عبرة كبيرة وعظيمة جدا العبرة والنصيحة إذا عندك أم ما زالت على قيد الحياة إن كان أم ولا أب برهم وسارع في برهم ولا تتأخر ولا تتردد أبدا وصراحة أنا ما يعني أتخيل أو يعني أقدر أشوف كيف هالأشخاص مثل محمد طبعا محمد اسمه استعار قاله شلون يعني يبيع أمه بزوجته شلون والمثل يقول بعد الأم أحفر وطب يعني بعد الأم لا عاش حدا لا زوجة ولا أبناء ولا بنات ولا إخوان يا أخوان الأم لا بعدها ولا قبلها الأم اللي ربتك ودارتك وأنت صغير وسمعنا القصيدة المأساوية اللي يتبكي الحجر عن الأم والأمهات يعرفها وطبعا الواحد ما يعرف قيمة الأم لحد ما يصير عنده ظنة ويصير عنده أبناء وبنات وتشوف ولدك أو بنتك لما تمسكه هو صغير وتبوسه في كل مكان في جسده وتبوس أقدامه وتبوس ظهره وتبوس كل مكان والداريه أكثر ما داري هدب عيونك ولا رموش عيونك وبالتالي يجي لك واحد راسه مربع ما يفهم ثلثة ثلاثة قديش تضحك عليه زوجة بشوية مكياج وأمك قالت وأمك ساوت وأمك فعلت وأمك راحت وأمك جت تقلبه 180 درجة على أمه ويصير يغلط على أمه لو في بعض الأشخاص للأسف يمدون إيدهم اللي ريتها الكسر على الأم وعلى الأب يا ما سمعنا روايات وقصص عن هالسوالة هذه لذلك إذا عندك أم لا تتأخر في برها أبدا الآن الآن قوم روح بوس إيدها وراسها وحاول أنك تتقرب منها حاول أنك تكون قريب منها قدر الإمكان لأن أيامنا معدودة فيها الدنيا ورضى الله سبحانه وتعالى من رضى الوالدين الله يحفظ أمهاتكم وأبائكم الطيبين ويرحم الميتين منهم في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه